اشتركوا في القناة واثنين واربعين دقيقة صباحا من صباح اليوم عشرين اربعة لا ينتقل برج الثور وطبعا رح ينكذ في برج الثور لغاية يوم واحد وعشرين خمسة لساعة الصباح الساعة واحدة واثنين وعشرين دقيقة صباحا وبما انه الشمس رح تنتقل لبرج الثور معناته الفترة هاي فترة اعياد ميلاد موليد برج الثور فمنقول لكل موليد برج الثور كل عام وانتم بكل الخير انتوا واحبابكم ان شاء الله تعالى بالنسبة للشمس طبعا معروفة انها هي المتحكمة الاساسية هي اقوى النيرين اللي هو القمر والشمس بتأثيراتها فالشمس تأثيراتها تقريبا منقدر نحكي هي توقعات شهر لجميع الابراج فهاي الفترة اللي هي من يوم عشرين اربع لواحد وعشرين خمسة توقعات شهر تقدر تعرف كل الابراج بيعرف الخطوط العريضة لتوقعات ابراجهم او اهم التأثيرات اللي رح تكون عليهم فترة الثلاثين يوم او الشهر القادم بالنسبة للشمس طبعا لها صفات لحالها كل كوكب الوصفات ولكن صفات الشمس دائما بتعطي الطموح الصراحة التفاؤل الجراءة الكرم الحركة النشاط بالحركة القيادة والاستقلالية ولكن سلبياتها انها بتعطي الغرور والانانية والديكتاتورية هذول الثلاثة في حال سلبية الشمس على طول الخط بظهروا ثلاث امور هذول عشان نحدد احنا اهل انه الشمس رح تكون سعيدة او رح تكون نحيسة في فترة وجودها في برج الثورة دائما احنا منعتمد على الزوايا اللي رح تتشكل في فترة الثلاثين يوم اللي رح تكون موجودة فيها في برج معين فالان بدنا نشوف احنا شو اهم الزوايا عشان نحدد سعودة ونحوستها وفي نفس اللحظة ايش تأثيرات الزوايا خلال هذا الشهر اهم الصفات اللي رح تأثر علينا احنا كابرج اول زاوية رح تتشكل هي زاوية اقتران يوم خمسة خمسة اقتران سلبية بين الشمس وبين اورانوس وهاي لها علاقة بالقيادة وهذا له علاقة بالمفاجآت وطبعا هاي الزاوية تأثيرتها من يوم واحد خمسة ليوم تسعة خمسة يعني تقريب الثمن ايام بيتمرد بعض الاشخاص وبيتصرفوا دون اقتراث للعواقب كمان بيتمردوا الابناء على اهليهم في الفترة هاي كمان هاي فترة لها علاقة بتوقعات سياسية انها غالبا لما بصير في زاوية سلبية ما بين الشمس وبين اورانوس بيصير في ثورات انقلابات عسكرية اغتيالات وبتدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال اضرابات او اشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة اه وبرضو بتدل على حوادث طبيعية مثل العواصف والزلازل سقوط الطائرات وحوادث السك الحديد هاي اول زاوية طلعت عندنا سلبية بالنسبة للزاوية التي تليها وهي يوم سبعة خمسة زاوية تسديس ايجابية بين الشمس وبين المريخ وهدول اثنين بما انهم بمشوا تقريبا بسرعة شبيهة لبعض فمعناته طيلة الشهر يعني من سبعة خمسة ذروة هاي الزاوية ولكن من يوم واحد وعشرين اربعة لأيوم ثلاث وعشرين خمسة يعني طول الشهر الزاوية التسديس هاي متشكلة وهاي زاوية بمأنها زاوية قوية بين كوكبين بعض الجراءة والقوة فهاي بتعزز قدراتنا القيادية وبتشجعنا على الاقدام على خطوات جديدة وجريئة وطبعا هذا التوقع رح يكون طيلة الشهر انه عنا شجاعة كبيرة للقيام بأي منافسة او تحدي اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي يوم خمسة عشر خمسة زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين زحل فعناته في زاوية قوية جدا رح تصير وهاي زي ما حكينا يوم خمسة عشر خمسة دروتها طبعا تأثيراتها بتبدأ من يوم احد عشر خمسة ليوم عشرين خمسة هاي زاوية بتخلق مصاعب وعرقيلة بتحتاج منها انه نبدو الجهد وتصميم وارادة لتجاوزها وبتدل على تراجع اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم والصناعات الثقيلة اضربات برضو بتصير في البورصة معناته اللي بيشتغلوا في مجال البورصة بدهم يحذروا من 11 خمسة لعشرين خمسة هدولا تقريبا تسع ايام بصير في تقلبات في البورصة وبرضو بصير في عنا قلة من اهتمام حكومي ما بدور العجزة والمتقاعدين والفلاحين واعمال المناجم وبتضيق الخناق الامني على الشعب وبزيد نفوذ المحافظين والمتطرفين والمتعصبين لدى بعض الجماعات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي يوم 15 خمسة زاوية تزديس ايجابية بين الشمس وبين نبتون وهنا بتيجي هاي زاوية تأثيراتها من يوم 12 خمسة ليوم 19 خمسة زاوية ايجابية وهاي زاوية بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث عنا اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية يوم 19 خمسة زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين الشمس وبين بلوتو وهنا هاي زاوية تأثيراتها من يوم 16 خمسة ليوم 22 خمسة هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحديد اهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الامور الغامضة ومحاولة فهمها منلاحظ هنا انه عنا الزاوية متشكلة يعني عنا زاويتين سلبيات وقويات جدا اللي هي مع زحل وهاي ومع اورانوس هذولا زاويتين قويات وعنا زاوية ثلاثة ايجابيات طبعا هنا معناته الشمس رح تكون متقلبة بين ايجابية ونحوسية طولة الشهر فعشان هيك لازم نعرف ايش الايجابيات لتأثيرات الابراج وايش السلبيات لتأثيرات الابراج يعني بتكون تابعة التوقعات اليومية وتعرفوا لما تكون منتحسة تركزوا على الاشياء السلبية ولما تكون سعيدة بتركزوا على الاشياء الايجابية طيلة الشهر طيب خلال الفترة ما بين عشرين اربعة وواحد وعشرين خمسة بصورة عامة خلينا نحكي عن الشمس وهي موجودة في برج الثور منكون اكثر ترويا في تصرفاتنا منتحرك نحو اهدافنا على عكس فترة وجودها بالحمل منكون نشطين كثير ودينماكيين وعن نوع من انواع التسرع لا في فترة برج الثور منكون هادئين مندرس خطواتنا رغم انه في زاوي مع المريخ بتعطينا دافعنا نتحرك بسرعة معناته منصير ندرس ونحلل الامر سريعا وننتخذ قرارات بشكل سريع ولكن بيكون بوقت ايجابي او الوقت بيكون في مكانه ولكن طبعا بدون تسرع وعصبية من ميل برضو للمحافظة على ممتلكاتنا مندرس خطواتنا قبل التنفيذ نعشق الامور اللي الها علاقة بالتجميل والجمال والطبيعة من ميل للبناء والتعمير والسكن والاستئجار والترحيل من بيوت لبيوت في فترة هذا الشهر وبيشعروا موليد برج الثور بوضع صحي ونفسي افضل من فترة الشهر الماضي اللي كان ضاغط عليهم بشكل كبير ولكن طبعا مش معجزة مش في يوم واحد كل الامور رح تتغير يعني بمعنى اخر بشكل تدريجي كل ما بيجي عيد ميلاد مولود من موليد برج الثور هي بداية السنة تعتو ولكن طالما الشمس لسه ما وصلت لعيد ميلادهم بظل يشعر بنوع من انواع التعب والارهاق ولكن مش مثل الشهر اللي مضى يعني اقل بشكل تدريجي طبعا اللي بيستفيد معهم هم الموليد الابراج الترابية وموليد الابراج المائية لانه هم المستفيدين وهي زوايا بتشكل مع هاي الابراج بشكل قوي معناته موليد برج العذراء والجدي السرطان العقرب الحوت هذولا افضل الابراج ولكن اضعفها من ناحية الطاقة هم موليد برج العقرب طبعا من الابراج الاخرى اللي بدهم ينتبهوا اكثر لصحتهم هم موليد برج القوس لانه رح ينتقل تنتقل الشمس لبيت الصحة بالنسبة لهم معناته العقرب والقوس والجوزاء هذولا اكثر الابراج الاقل حظا خلال هذا الشهر طيب عشان ناخذها بالتفصيل لكل برج بما انه الشمس رح تنتقل وتصير في برج الثور معناته كل برج رح يصير في تأثيرات معينة ايجابية وسلبية بما انه رح تتقلب الشمس بمزاجها فخلينا ناخذ برج برج ونعرف ايش التأثيرات ايجابيتها وسلبيتها على الابراج برج الحمل بالنسبة لما موليد برج الحمل تتاح لهم فرص مالية اغلبها بتيجي من عمل اضافي ترتيب ترتيب وضع مالي قديم تسهيل عليهم المكاسب والممتلكات المادية ممكن يحصلوا على ترقية او وضعية ممتازة جدا بمساعدة اشخاص دون نفوذ خلال هذا الشهر ولكن بدهم يديروا بالهم من التبذير لانه التبذير بيضغى على هاي الفترة وبيصيروا بدهم يصرف فلوس اكثر وبرضو بيزيد طمع بعض موليد برج الحمل بيصيروا عندهم حب لانتلاك المال ورغبة في نيل الارباح باي طرق كانت وممكن يتعرضوا لبعض الصعوبات المالية لما يكون الشمس منتحس برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بيبدأوا فترة افضل من فترة الشهر الماضي صحيا ونفسيا وبتزيد من حيويتهم وبتقوي وظيفة جهازهم الهضمي وبتمنحهم شخصية متألقة ومتفائلة وعفوية وطموحة وطبيعة عفيفة ولكن شوي ممكن يكونوا متسلطين في حل نحوسة الشمس وبتزيد حاجتهم لنيل تقدير الآخرين أكثر بالفترة بتمنحهم الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتهم بالمحيط ممكن شوي يشعروا ببعض التعب الجسدي أو مقاومتهم الجسدية في بعض الأوقات اللي القمر بيكون فيها منتحس وبتجعلهم بفترة هذا الشهر في حال انتحاس الشمس خجولين ومترددين وقليلية طموح يعني حماستهم بتقل شوي وخصوصا طموحهم المالي وبتصيبهم بعض الاضطرابات النفسية في خلال فترة هذا الشهر برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بما أن الشمس رح تكون موجود في بيت المتاعب اللي هو برج الثور معناته هاي فترة غير مريحة لهم صحيا ونفسيا بيزيد ميلهم للأمور الروحانية وروح التضحية ولكن برضو ممكن تعرف هاي الفترة بعض الصعوبات في التكيف مع محيطك وحياتك العائلية يستحسن تجنب النزاعات والخلافات بسبب قوة أعداءك بالفترة هاي فعشان هيك بدك تبعد عن المشاكل وطبعا كل سنة لما بيكون الشمس موجود في برج الثور موليد برج الجوزة بيعتبروا هذا الشهر فترة الغربال أو الفترة اللي بيصفوا فيها الملفات القديمة والأشياء اللي بدهم يشطبوها من حياتهم عشان يبدأوا سنة جديدة عند وصول عيد ميلادهم فعشان هيك هذا الشهر بيكون في نوع من أنواع الصعوبة على موليد برج الجوزة برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان طبعا ينشطوا اجتماعيا وممكن أن يحققوا مشروع أم أمني بمساعدة أشخاص دون نفوذ خلال هذا الشهر وعلاقاتهم بتكون جيدة مع الأصدقاء من دعوات ولقاءات ولكن في فترة انتحاسة الشمس ممكن يصير في نوع من أنواع الإطرابات في علاقاتهم الاجتماعية أو أصدقائهم أو مشاكل ما بينهم وبين الأصدقاء وممكن يتعرضوا لمنافسات مهنية وهاي فترة غير مناسبة بالنسبة لهم فترة انتحاسة الشمس فقط غير مناسبة بتكون للشراكات برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا هاي الفترة اللي هي فترة هذا الشهر بيدعم مركزهم الاجتماعي بيدفعوا بمصالحهم في مجال العمل ممكن يحققوا نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص دون نفوذ ممكن يحصلوا على ترقية أو منصب أو سلطة ولكن برضو بتحظى ثقتهم واحترام وتقدير الآخرين في هاي الفترة وبيحتاجوا لبذل جهد أكبر لتخطي وتجاوز العقبات والخلافات اللي ممكن شوي هاي الخلافات تزيد شوي مع انتحاسة الشمس اللي ممكن إنها توقف زي عقبة في طريق نجاحهم وتحقيق تموحاتهم أهم إش إنهم في خلال هذا الشهر ما يجازفوا ما يغامروا ما يشوهوا سمعتهم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا هم مقبلين على شهر قوي جدا لمصلحتهم وداعم لإلهم بينشطوا فيه بالسفر والاتصالات البعيدة وعلاقات مع أجانب وبيستفيدوا الطلاب الأكاديميون اللي هم الجامعيون في دراساتهم وبيزيد من ذكاؤهم وطموحهم وبيكونوا في الفترة هاي كريمين ومتسامحين ومتفائلين وهاي فترة بتكون فترة هذا الشهر مناسبة للسفر أو أخذ عطلة أو أوراق معاملات سفر وهجرة أمور من هذا القبيل ولكن في فترة نحوست الشمس بدهم يتجنبوا الدخول في أي مشاريع كبيرة لأنه ممكن شوي يكون فيها بعض الصعوبات وخصوصا صعوبات في علاقاتهم مع الغرباء برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا تتاح لهم في خلال هذا الشهر برج الفرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض أو تركة زيادة في الأرباح عن طريق شراكة أو زواج في هاي الفترة وبيزيد اهتمامهم بالمواضيع الروحانية ولكن بدك تنتبهن شريكك بالعمل أو زوجتك الكريمة بتميلة تبذير أموالها أو أموالك وهذا الشيء ممكن يعمل نوع من أنواع الصعوبة المرتبطة بدين أو إرث وفي نقص في الحيوية بيصير فيها عشان هيك بدك ما تهمل خلال هذا الشهر الأمراض أو إذا شعرت بنوع من أنواع التعب أنك تراجع الطبيب المختص لأنها ممكن تظهر في هاي الفترة وخصوصا فترة انتحاس الشمس برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيعززوا شراكاتهم الشمس موجود مقابلهم تماما في بيت الشراكة المالية والعاطفية ممكن يرغبوا بالقيام بدور اجتماعي مهم وممكن يحققوا استقرار الأمن بفضل شراكة أو زواج هاي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية أو مع الشراكة أو الارتباط أو الزواج حتى ولكن في فترة نحوسة الشمس بتسوي اضرابات في علاقاتهم الزوجية أو مع شراكاتهم بسبب الأنانية الطرف الآخر أو بسبب مسألة اعتبار ذاتي أو ممكن يصير فيه صعوبة في إقرار وجهة نظرك فعشان هيك في فترة هذا الشهر دك تبعد عن الخصام والمشاكل والعنادة لأنه خصمك بالفترة هاي بكون أقوى منك لأنه طاقتك بتكون ضعيفة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا الشمس هيك بتكون دخلت على البيت السادس اللي إله علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة فعشان هيك بتكون تنتبهوا على عملكم لأنه ممكن يتراكم خلال هذا الشهر ولكن بعض موليد بالقوس رح يبدأوا عمل جديد أو مشروع جديد أو فكرة جديدة وصحتهم شوي ممكن تكون متقلبة فترة سعودة الشمس بتكون صحتهم ممتازة ولكن لما تنتحس الشمس بدهم ينتبهوا على صحتهم أكثر بيزيد حبهم للعمل وممكن يبدلوا جهد يكافأوا عليه خلال هذا الشهر وبتحتاجوا لتجديد محيطكم هاي فترة مناسبة لإجراء تغيير على المستوى المهني ولكن زي ما حكينا إذا شعرت بأي وعك صحية أو تعب صحي لا تستنى بدك تراجع طبيبك وهاي الفترة ممكن يصير بعض المتاعب في أعمالك اليومية برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا هم أكثر المحظوظون في خلال هذا الشهر بيشعروا بقوة الحظ والعاطفة حتى الأمور المالية بتمنحهم تقدير الجنس الآخر ممكن يحققوا نجاح في بعض المشاريع أو الأرباح عن طريق المعاملات العقارية وهي فترة مناسبة للتسلية والترويح عن النفس والترفيه لكن في فترة الانتحاس إلى الشمس بصير في نوع من أنواع التوتر في علاقاتهم العاطفية وهذا الشيء ممكن يضر بنجاحهم الشخص يستحسن تجنب المعاملات المالية في فترة انتحاس الشمس ولكن هذه الفترة فترة شهر ممتازة جداً على المستوى العاطفي فكثير من موليد برج الجدي ممكن يرتبطوا أو يبدأوا بعلاقة غرامية دوم الفترة طويلة برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعاً الآن صار في البيت الرابع الشمس يعني بمعنى آخر اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة السكن الأمور هاي فبيستفيدوا في مجال السكن والعقارات والارتباط العائلي سعادة على المستوى العائلي والعلاقات العائلية بتكون جيدة الحالة المادية بتكون ميسورة في الفترة هاي وهاي فترة مناسبة لحيازة ممتلكات عقارية أو استئجار بيت أو يحققوا نجاح شخصي الجو العائلي في فترة انتحاس الشمس بصير فيه نوع من أنواع التوتر بدك تضبط عصابك وممكن تكون مرغم على بدل جهد مضاعف ومستمر لتصليح بعض الأخطاء أو الأعطال أو المشاكل العائلية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً هذا الشهر يعتبر مميز بالنسبة لهم لأنه رح ينشطوا فيه بالسفر والاتصالات وبيستفيدوا حتى الطلاب الابتدائي والثانوي في دراساتهم بيلعب محيطك العائلي محال أو دور مهم في تحسين وضعيتك ممكن تحصل على أرباح عن طريق أسفار أو عن طريق تنقلاتك أو عن طريق التأليف بتزيد من قوة ملاحظاتك وفضولك الفكري وممكن تحظى بشعبية وتقدير الآخرين بفترات كثيرة من خلال هذا الشهر طبعاً اللي بيشتغلوا في مجال التسويق أو التجارة هدولا مستفيدين بشكل كبير واللي بيشتغلوا في مجال السيارات أو الأجهزة الإلكترونية برضو هدولا بيستفيدوا حتى اللي بيشتغلوا في مجالات الفن ولكن بدهم يديروا بالهم في فترة انتحاسة الشمس إنهم بيميلوا لتبذير طاقتهم فعشان هيك بدك تدير بالك وتدير بالك على مجهوداتك لأنه راح يصير في نوع من أنواع تغيير كثير بأفكارك وتوجهاتك وأهدافك يعني زي تقلب المزاج فبدك تنتبه في فترة انتحاسة الشمس هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لانتقال الشمس لبرج الثور ومن نرجع ومنحكي والله أعلم وهي توقعات وإن شاء الله كل الإيجابيات هي اللي بتصير السلبية ما بيصير منها أي شي وفي النهاية منقول يا رضى الله ورضى الولدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه وحفظه إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم